تجمع المملكة العربية السعودية وإندونيسيا علاقات تجارية وثيقة تتنوع على مجالات عدة كالاستثمار والسياحة وعقود الأعمال عشرات الآلاف من السعوديين يفيدون إلى إندونيسيا بحثا عن جمال الطبيعة والسياحة التي توجد في أرخبيل الملايو كما تستقبل المملكة العربية السعودية مئة الآلاف من المعتمرين الإندونيسيين سنويا حجم التبادلات التجارية بين البلدين في ازدياد مضطرد فالعديد من الصادرات الطبيعية والصناعية كالمواد البتروكيماوية من النفط والغاز وصناعة المنسوجات والمواد الغذائية وعقود الخدمات بنسبة كبيرة المواد البتروكيماوية والتصنيعية ومنتجات البترول وبعض من المنتجات الزراعية مثل التمور لأنها بلد يستهلك كثير من التمور ولكن من الجانب الأندونيسي هناك مجالات كثيرة بصراحة وصناعة جداً راقية للمنتج الأندونيسي من بين ملابس وجلديات وأخشاب وسيارات كذلك تصدر من هنا فهناك مجال واسع للتعاون التجاري مع الأندونيسي التتيح إندونيسيا فرصاً للاستثمار التجاري في بلادها كما أنها طورت مؤخراً صناعة الأسلاحة والمعدات العسكرية التي ظلت فترة طويلة حكراً على دول عالم الأول فهناك أفاق جديدة للتبادل التجاري والاقتصادي وتنويع مصادر الداخل بالنسبة للبلاد عاماً بعد عام يتوثق التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وإندونيسيا لتبلغ قيمته مليارات الدولارات وذلك امتداداً إلى العلاقات التجارية التي هي عنصر محوري لاقتصاد البلدين للإخبارية محمد غروي جاكرتا اشتركوا في القناة